كما ذكرت فأننا نرى من حين لآخر أطفالاً يتميزون بقدورات علمية وذكاء خارقة وأعتقد أن التكنولوجيا في عصرنا الحالي تلعب دوراً كبيراً في تطوير ذكاء الأطفال كما تلعب التكنولوجيا دوراً أساسياً في تطوير المنظومة التعليمية لرفع مستوى وعي الأطفال وتعزيز مهاراتهم والتي تتناسب مع تطور العصر الحديث ومع استخدام التكنولوجيا لخلق بيئة تعليمية متطورة فأن ذلك يجعل الأطفال أكثر تفاعلاً في العملية التعليمية كما يساعد أيضاً في تحسين وتعزيز قدرات الأطفال الدهمية وهنا تبرز بطبيعة الحال أهمية استخدام التكنولوجيا في التعليم حيث تقوم بتنشيط التفاعل بين الأطفال والمعلمين وتسهيل تقييم العملية التعليمية بطريقة مستمرة وتوفير الكثير من الوقت والجهد للإدارة التعليمية وأيضاً للتلاميذ بالإضافة إلى توفير وسائل جديدة للحصول على المعلومات ما يعمل على توسيع مدارك التلاميذ وتعليمهم مهارات جديدة ومما بين الدول التي تسعى إلى تكريس دورة تكنولوجيا في التعليم هي الصين حيث أن استخدام الوسائل التعليمية المتطورة أصبح أحد الضروريات في الصين وخاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يعيشه العالم إذ تستخدم الصين وسائل تعليمية حديثة وذلك ضمن المعايير الجديدة في الاستراتيجية التعليمية الصينية الحديثة والجديدة كما تسعى إلى تكريس نظام تعليمي متطورة يوفر احتياجات التلاميذ في كل المناطق وقد قامت الحكومة الصينية بتوفير ميزانية للأنفاق على تطوير التعليم وشراء الأجهزة التي تساعد في تطبيق البرامج التكنولوجية الحديثة مع تدريب الإطار التعليمي على المهارات والطرق الحديثة في التعليم قبل وضع المناهج الحديثة واستخدام التكنولوجيا وتطبيقها بطريقة مناسب المادة الدراسية التي يتم تدريسها ومن خلال الحرص على توفير منهج تعليمي متطور في الصين فأننا نلاحظ ارتفاع عدد البراءات والاختراعات العلمية والمهارات الفردية للعديد من التلاميذ والشباب في الصين وتطوير مهارات التفكير الإبداعية في مختلف صفوف الطلبة هنا وبهذه الصورة الملموسة لأهميد دور التكنولوجيا نلاحظ أنه لا بد من تطوير المنظومة التعليمية في بناء مهارات مميزة للأطفال والشباب في الصين وأيضا في مختلف بقية دول العالم ترجمة نانسي قنقر